التلفزيون العربي ده الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إسرائيل خلال كلمة في ذكرى عاشراء بضرب مستوطنات أخرى لم تستهدف سابقا في حال استمر استهدف المدنيين في جنوب لبنان هذا التمادي ردت المقاومة عليه أمس ليلا وباستهداف بعشرات الصواريخ ما بين الستين إلى تسعين صاروخ واستهدفت ما يقارب المئة وعشرين صاروخ واستهدفت كرياتي شمونة والعديد من المستعمرات ست سبع مستعمرات في الليل أنا اليوم أريد أن أقول للعدو إن التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق وأشار نصر الله خلال الكلمة إلى أن مستقبل الوضع في جنوب لبنان ستقرره نتائج المعركة التي ستنتصر فيها جبهات المقاومة كما وعد نصر الله بإعادة أعمار البيوت والقرى في الجنوب مستقبل الوضع في الجنوب سيتقرر على ضوء نتائج هذه المعركة التي ستنتصر فيها جبهات المقاومة إن شاء الله والنقطة الأخيرة في جبهتنا اللبنانية التي يجب أن أؤكد عليها أي يكن الدعم الذي ستقدمه الدولة اللبنانية لأهلنا في القرى في الجنوب وخصوصا في القرى الأمامية نحن نؤكد لأهلنا الذين هدمت بيوتهم بالكامل أو بشكل جزئي نحن سنعمل وإياكم يدا بيب وكتفا بكتف وبكل وضوح نحن نطلق هذا الوعد كما أطلقناه في السابق سنعيد إعمار بيوتنا ومنازلنا